اشتركوا في القناة اربعة ايام فتح بها المزاد باع نحو 889 مليون دولار بمعدل يومي بلغ اكثر من 222 مليون 445 ألف دولار مرتفعا بنسبة 0.26% عما سجله في الاسبوع الذي سبقه والذي بلغت معدلات بيعه اليومي نحو 220 مليون 859 ألف دولار قال خبراء اقتصاديون ان سقاء العملة في العراق يواجه تحديا كبيرا بعد القرار الامريكي بحظر 14 مصرفا من التعامل بالدولار واضف الخبراء ان اجراءات الخزانة الامريكية بتوجيه عقوبة ضد 14 مصرفا عراقيا ليست مفاجئة حيث سبق لمسؤولين بالخزانة توجيه انذارات للمصارف قبل ثمانية اشهر بسبب خرقها العقوبات المفروضة على ايران واكد الخبراء ان ارتفاع اسعار الصرف يأتي نتيجة ارتدادات السوق حول فرض العقوبات وتخوفات تجار العملة من ان تؤدي تلك العقوبات الى مزيدا من التقهيد على الدولار في الاسواق العراقية افاد امين المجلس الاعلى للمناطق الحرة في ايران حجة الله عبد الملك افاد بتوفير الارضية لانشاء اول منطقة تجارة حرة مشتركة بين ايران والعراق وقال المسؤول الايراني ان رئيس الحكومة محمد السوداني اخذ بعين الاعتبار نقطة على الجانب الاخر من حدود مهران بمحافظة واسط لانشاء منطقة حرة مشتركة بين البلدين حيث تجري الدراسة بشأنها في الوقت الحاضر ولطالما تحاول ايران استغلال العراق من خلال جعله سوقا لتصريف منتجاتها بحسب مراقبين اعلنت وسائل اعلام لبنانية توقيع وزير الطاقة اللبناني في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض ووزير النفط في العراق حيان عبدالغني اتفاقيتين تفاهم بشأن الوقود وتتعلق الاتفاقية الاولى بتجديد العقد الذي يزود لبنان بزيت الوقود وقد تم رفع الكمية الى مليون وخمسمائة الف طن ونصت مذكرة التفاهم الجديدة على تزويد لبنان بمليوني طن من النفط الخام ما تصل كلفتها السنوية الى نحو مليار ومئتي مليون دولار هذا ويتهم مراقبون ميليشيا حزب الله اللبناني للاستحواذ على كميات الوقود العراقية وتوزيعها حسب الولاء اظهرت بيانات من الادارة العامة للجمارك الصينية ان العراق جاء في المرتبة الرابعة بين اكبر مصدري النفط الى الصين خلال شهر حزيران من العام الحالي هذا واظهر جدول نشرته الادارة ان العراق صدر الى المصافي الحكومية الصينية خلال شهر حزيران من العام الحالي اكثر من اربعة ملايين طن من النفط بما يعادل تسعة وعشرين مليونا وثمانمائة وسبعة وخمسين الف برميل بمعدل بلغ تسعمائة وخمسة وتسعين الف برميل يوميا منخفضا بنسبة ان بلغت اكثر من ثمانية عشر بالمئة عن شهر ايار بعد ان صدر العراق للصين اكثر من خمسة ملايين طن من النفط الخام والآن هذا الانتقال السريع مشاهدين الكرام الى اسعار صف العمولات الاجنبية واسعار المعادل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة نهاية المجز الاقتصادي بامان الله